واضح من الحديث الشريف من أننا لن نستطيع فهمه من دون أن نشخص الاسم والمسمى سيأتينا الكلام تباعا لكن اصطبروا علي وتابعوني بدقة تابعوني بانتباه للمطالب التي سأضعها بين أيديكم تابعوني بانتباه للمطالب التي سأضعها بين أيديكم وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بِإِيقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ إلى أن يقول الحديث فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حق وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بِإِيقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ لابد أن نعرف الأسماء الحديث عن الأسماء حديث واسع جدا سأحدثكم عن الأسماء ولكن بحسب المقام بشكل إجمالي وموجز وسريع الذين يتابعون برامجي يعرفون دقة اختياري للكلمات فأنا لا أقول كلاما من دون عناية هذه طريقة التي عودت نفسي عليها إذا أردت أن أفتح هذا الموضوع وأن أفتح الأبواب فيه على مصارعها صدقوني مئة حلقة قد لا تكفي للحديث في أجواء الأسماء الحسنة وأتحدث عن حلقات مطولة كحلقات برامجي هذا موضوع كبير جدا ومن دوني أن نشخص هذا المعنى فإننا لن نستطيع أن نعرف مضمون العبادة التوحيدية بشكل صحيح الأسماء أسماء الله عنوان كبير جدا سأضرب لكم أمثلة أول هذه الأسماء الإسم الأعظم 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 عودوا إلى مفاتيح الجنان الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان الدعاء الذي يقرأ في ليلة المبعث الشريف في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف والذي قد يعرف في كتب الأدعية بدعاء التجل الأعظم وبإسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم وفي بعض النسخي الأعزي الأجل الأكرم بحسب ما موجود بين يدي وبإسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته الذي خلقته اسم مخلوق الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وهذا المضمون هو نفسه في الدعاء الذي يقرأ في يوم المبعث في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وبإسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك الكلمات هي هي في دعائي ليلة المبعث وفي دعاء يوم المبعث هو دعاء آخر وهذا المضمون يتكرر في كثير من الأدعية الشريفة فهذا هو الاسم الأعظم 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 الإمام صلوات الله عليه حين قال ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ليس بالضرورة أن تكون العبادة متوجهة إلى هذا الاسم فأسماء الله لا تعد ولا تحصى الأسماء الحسنى لا تعد ولا تحصى مثال آخر أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في أدعية ليالي القدر في شهر رمضان هناك الدعاء المعروف بدعاء نشر المصحف من أنك يا أيها الداعي تأخذ المصحف وتنشره وتضعه بين يديك وتقول اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى القرآن بمضمونه يشتمل على الاسم الأكبر وعلى الأسماء الحسنى فالاسم الأعظم الأعظم الأعظام خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره والاسم الأكبر في مضمون القرآن وباطنه والأسماء الحسنى تشرق من ألفاظه ومن معانيه من ظواهره ومن بواطنه هذا القرآن الذي يصفه الأمير من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق الإسم الأكبر يتجلى في الظاهر الأنيق ويشرق من الباطن العميق وكذاك هي الأسماء الحسنى ومر علينا فيما يرتبط بالإسم الذي خلقه سبحانه وتعالى فجعله كلمة تامة ومن تلك الكلمة التامة أشرقت الأسماء الأربعة الإسم المكنون المخزون والذي إليه الإشارة في الإسم الأعظم 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 كما في أدعية المبعث الشريف هذا اسم مكنون من أسماء الحقيقة المحمدية التي تجلت بأسمائه سبحانه وتعالى وأشرقت الأسماء الثلاثة الظاهرة الله الرحمن الرحيم ومن هذه الأسماء توالدت سلاسل الأسماء الحسنة بحسب الحديث فإن سلاسل الأسماء وصلت إلى ثلاثمائة وستين أسمان الحديث الذي مر علينا في الحلقات الماضية على سبيل المثال هذا دعاء مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الدعاء المعروف بدعاء الأسماء الحسنى وهو دعاء طويل إنني أقرأ عليكم من الجزء التسعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلس رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان وقد نقل هذا الدعاء عن البلد الأمين وهو من المصادر المعروفة من جوامع الأدعية للكفعمي رحمة الله عليه صاحب المصباح المصباح للكفعمي وكذلك البلد الأمين المصباح الذي قرأت عليكم منه من دعاء إدريس النبي يا إله الآلهة مر هذا الكلام علينا هذا الدعاء طويل لن أستطيع أن أسلط الضوء عليه لكنني سأأخذ بعض عبائره على سبيل المثال والأنموذج دعاء طويل يبدأ من صفحة ميتين وأربعة وخمسين وينتهي في صفحة ميتين واثنين وسبعين دعاء طويل جدا فماذا سأقرأ منه وماذا سأترك منه من الأدعية الطويلة التي تشتمل على الأسماء الحسنة من صفحة ميتين وأربعة وخمسين إلى صفحة ميتين واثنين وسبعين وهو من أدعية الأسرار ومن أدعية الإسم الأعظم هذا الدعاء قطعا 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 يشتمل على حقيقة الإسم الأعظم أتحدث عن حقيقته في عالم الألفاظ في عالم ما ينطق ويقرأ أقرأ عليكم بعضا من عبائر هذا الدعاء الشريف الذي جاء مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله على سبيل المثال صفحة ميتين واربعة وخمسين في بدايات الدعاء وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله هذه مراتب الأسماء لابد أن تعرف من أن الأسماء الحسنة ما هي ألفاظ لها وجود لفظي لها وجود صوتي لها وجود كتبي إنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة هذه الأسماء يمكنني أن أقرب معناها وأن أقرب مضمونها لكم هذه مؤسسات إلهية لإدارة الوجود ما هي ألفاظ ولا هي أصوات ولا هي أشخاص قد يكون الإسم منظومة فيها أعداد هائلة من الملائكة ومن مخلوقات هي أشرف من الملائكة من مظاهر الحقيقة المحمدية التي قد يعبر عنها بالأسماء الحسنة لإدارة هذا الوجود وهذه الأسماء فيها الأسماء الرؤساء وفيها الأسماء الوزراء وفيها الأسماء الأعوان هذا عالم كبير جدا إنها الحكومة الإلهية التنفيذية على الوجود إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا المعنى يتنفذ عبر برنامج ليلة القدر حينما تتنزل الملائكة على الإمام عبر هذه الوزارات عبر هذه المؤسسات عبر المؤسسات الإلهية التي هي الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى ما هي ألفاظ ولا هي حروف ولا هي كلمات لها وجود لفظي لها وجود كتبي في عالم الذكر الحكيم مثل ما قرأنا قبل قليل في دعاء نشر المصحف من أن الإسم الأكبر في هذا القرآن في هذا الظهور اللفظي في هذا الظهور الكتبي في هذا الكتاب التدويني هناك الإسم الأكبر وهناك الأسماء الحسنى هذا ظهور من ظهوراتها أما هي فمؤسسات إلهية عظمى إنها الوزارات الإلهية لإدارة هذا الوجود لإيجاده ولحفظ بقائه والاستمرار نزول الفيض إليه ولإنمائه ولترقيته ولكل شيء يدور في هذا النظام الإلهي العجيب في هذا الوجود الذي لا ندرك شيئا من ما ندركه من هذا الوجود لا يعد بشيء لسعة هذا الوجود فإننا لا ندرك شيئا ما ندركه لا يعد بشيء الأسماء الحسنى مؤسسات إلهية عظمى لإدارة هذا الوجود فيها الرؤساء والوزراء وفيها الأعوان والملائكة العظام والمراتب المختلفة من خطان الملأ الأعلى تلك هي الأسماء الحسنى ما هي ألفاظ تتردد على الألسنة بالضبط مثلما نقرأ عن القرآن في سورة الزخرف هكذا نقرأ عن القرآن في سورة الزخرف إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون في هذا الوجود التدويني أما في الحقيقة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فهذه الأسماء الحسنى التي تظهر في ألفاظ هي بحسب عالم الألفاظ وهي لا تمثل شيئا من حقيقتها العليا الحقيقة العليا للأسماء الحسنى هي حكومة الله في هذا الوجود الحكومة التنفيذية هناك الرؤساء هناك ملوك هذه الأسماء وهناك الرؤساء وهناك الوزراء وهناك وكلاء الوزراء وهناك المدراء العامون هذا التنظيم الذي يقوم به البشر هو انعكاس لآثار موجودة في بواطن النفوس هي من آثار ما بقي من تجليات تلك الحضارات العالية فحينما نتحدث عن الأسماء الحسنى لا تتصور أنها ألفاظ هذا موضوع كبير واسع جدا ومعقد جدا قد يكون غريبا عليكم السبب ثقافة الثولان ثقافة الأغبياء إنها ثقافة النواصب ثقافة مراجع النجف نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر